اشتركوا في القناة شاهد بحول الله في هذا الدرس كيفية كتابة الألف اللينة إما ألفا ممدودة أو ألفا مقصورة وذلك بحسب الحالات التي سنشاهدها وسنعللك الحالة على حدة ولكن قبل ذلك وإن كنتم لأول مرة تشاهدون قناة التلميذ المتميز فلا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الإعجاب وكذلك تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد نبدأ على بركة الله بأول حالة أين تكتب الألف اللينة ألف مقصورة وهنا لدينا مثالين أول مثال يقول وقف الفتى أمام واجهة المحل بطبيعة الحالة التلميذ يجب أن يعلم بأن تعليل كتابة الألف اللينة في الأسماء يجب أن يقوم بشيئين وهو تحديد الإسم هل هو إسم ثلاثي أو غير ثلاثي إذا كان ثلاثي يحدد أيضا أصل الألف أما إذا كان غير ثلاثي يحدد أهل سبق الألف يا أم لا لنطبق هذه المراحل مع هذا الإسم الذي هو ألفة كما نلاحظ هو إسم ثلاثي فالألف اللام لا تحسب في عدد الحروف لأنها خاصة بالتعريف لدينا الفى التى والألف اللينة إذن اسم ثلاثي فتعليل كتابة الألف اللينة ألف مقصورة في هذا المثال نقول كالتالي كتبت الألف المقصورة في كلمة الفتى كما نشاهدونها مقصورة لأنها اسم ثلاثي ولكن قلت أيضا بأن إذا كان الإسم ثلاثي ننظر أصل الألف حيث نقول وأصل الألف فيها يا دائما الإسم الثلاثي التي تكتب فيه الألف مقصورة فاعلموا بأن أصل الألف فيها يا الآن كيف نعرف أصل الألف؟ سنحول هذا الإسم إما إلى فعل مضارع أو إلى المثنى وفي هذا الإسم يساعدنا أكثر التحويل إلى المثنى فنقول الفتاة الفتاة لدينا ألف ونون للمثنى لاحظوا هنا بالأحمر تحول الألف المقصورة إلى يا إذن سنكتشف بأن أصل الألف هنا يا بتلك كتبة ألف مقصورة نرى المثال الثاني حيث يقول جاءت الأخطو الكبرى في هذا المثال لدينا أيضا هذا الإسم الذي فيه ألف لين على شكل ألف مقصورة دائما نحدد نوع هذا الإسم حيث عدد الحروف وإسم غير ثلاثي لنحسب معنا عدد الحروف في هذا الإسم حيث الألف لا من لا يحسب أما كبرى يبقى لنا أربعة حروف إذن هو إسم غير ثلاثي فنقول كتبة الألف المقصورة في كلمة الكبرى مقصورة لأنها إسم غير ثلاثي ولكن في هذه الحالة يجب أن نتأكد هل سبقته أم لم تسبق الألف يا ففي هذا المثال نقول ولم يسبق الألف يا كما تلاحظ في هذا الإسم قبل الألف المقصورة هنا لا يوجد يا لذلك كتبة الألف اللين فيها ألف مقصورة إذن أعد لكي نفهم جيدا تكتب الألف اللين ألفا مقصورة إذا كان إسم ثلاثي وننظر أصل الألف يجب أن يكون يا كما أنه تكتب الألف اللين ألف مقصورة في الأسماء غير الثلاثية ولكن نتأكد هل سبقت الألف يا أم لا بحيث يجب أن لا تسبق الألف يا لكي تكتب الألف اللين ألفا مقصورة نذهب الآن إلى الحالة الثانية أين تكتب الألف اللين ألفا ممدودة أول مثال يقول بلغ الإنسان العلا لدينا العلا اسم ثلاثي حيث لدينا هنا ثلاثة حروف بنزع الألف واللام لدينا العين اللام والألف الممدودة كما سنعلل بهذه الطريقة ونشرحها بعدها كتبة الألف المقصورة في كلمة العلا ممدودة لأنها اسم ثلاثي وننظر أصل الألف يجب أن يكون أصل الألف في هوا نعيد العلا إلى فعل مضرع لكي نتأكد سنقول يعلو إذن مباشرة سنتعرف بأن الألف ممدودة المثال الثاني قدم المدير هدايا للمتفوقين لدينا الاسم هدايا هو اسم غير ثلاثي إذن سوف ننظر هل سبقته يأ أم لا سنرى بأن يوجد يأ قبل الألف فمباشرة تعليل الألف البلينة في هذا المثال كالتالي كتبت الألف المقصورة في كلمة الهدايا ممدودة لأنها اسم غير ثلاثي ويسبق الألف يأ لاحظوا جيدا في هذا المثال هدايا قبل الألف الممدودة يوجد يأ إذن لذلك كتبت على شكل ألف ممدودة إذن أعيد لكتابة الألف اللينة كالف ممدودة تكتب في الإسم الثلاثي ولكن يجب أن يكون أصلا ألف فيها وو كما تكتب الألف اللينة ألف ممدودة في الإسم الغير الثلاثي ولكن نتأكد بأنه يجب أن يسبق الألف يأ لكي نتذكر جيدا ما درسناه لنكتب معا هذه القاعدة تكتب الألف اللينة في الأسماء مقصورة في حالتين أول حالة في الإسم الثلاثي الذي أصل ألفه يأ نتعرف على أصل الألف بتحويل الإسم إلى الفعل المضارع أو المثنى الحالة الثانية في الإسم غير الثلاثي والذي لم يسبق ألفه يأ أما عندما تكتب الألف اللينة في الأسماء ممدودة يكون أيضا في حالتين الحالة الأولى الإسم الثلاثي الذي أصل ألفه يأ ونتأكد ذلك بتحويل الإسم إلى الفعل المضارع أو المثنى وثاني حالة الإسم غير الثلاثي والذي يسبق ألفه يأ بهذا وصلنا إلى نهاية هذا الدرس إلى اللقاء